السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مع حضرتكم مع الحلقة الثانية للرد على الكافر الكذاب وبيان كذبه وتدليسه حول القرآن الكريم اليوم موعدنا مع شبهة جديدة طرحها هذا الكذاب لكن قبل عرض هذه الشبهة والرد عليها لابد من التنبيه على مسألة تحتاج إلى توضيح بسيط هذا الكافر الكذاب كان في حلقته يقول ربما وربما فربما هؤلاء الذين قتلوا أو قسم ربما نسوه بعض الصحابة لأنه ربما يتعرض للنسيان نحن عرضنا بعض الأدلة على صحة النص القرآني الشريف وإنت كلامك عبارة عن فرض احتمالات وهذا مجرد ظن ومجرد الظن لا يغني من الحق شيئا لا يعني اليقين قال سبحانه وتعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا يوجد إنسان عاقل يترك اليقين لمجرد الظن والاحتمال طيب ما الدليل على يقينية حفظ الله للقرآن الكريم على سبيل المثال الآئمة في المساجد يصلون بالمسلمين وإذا أخطأ الإمام تجد من يرد عليه خطأه أثناء الصلاة مع أننا لو تركنا الإمام على خطأه ولم نصحح له فلن يحدث للقرآن شيء ومع ذلك شرع لنا الشرع الحكيم وسن لنا تصحيح خطأ الإمام إذا أخطأ في قراءة القرآن الكريم أثناء الصلاة وهذا واقع مشاهد ودليل يقيني حاضر أمام عيون الجميع فحتى القرآن المحفوظ لا يمكن أن يصيبه الخطأ فما بالك بالمكتوب؟ مرة أخرى أؤكد أن هذا دليل يقيني فلماذا نترك الدليل اليقيني لبعض المشاهد لبعض الاحتمالات التي تقول ربما وربما ربما أنت بنفسك اعترفت أن كلامك عبارة عن استنتاجات فهذه الاستنتاجات أو الملاحظات التي ذكرناها تؤيدها روايات المسلمين الصحيحة في كتبهم وهذه حتما استنتاجات باطلة لمخالفتها لليقين القطعي المتواتر قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون يعني تكذبون وتفطرون فهل المسلمون الذين لا يتهاولون في تمرير خطأ بسيط أخطأه الإمام في قراءته للقرآن أثناء الصلاة سيسمحون بضياع شيء من القرآن الكريم ثم مسألة موت القراء إن بعض المعلقين على الحلقة السابقة من الملاحدة تكلموا فيها مرة أخرى شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إن القتلى قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن طيب عايزين نقول إيه؟ شوفوا بشكل مبسط كده عشان العقول الإرحادية التي لا تفهم بسهولة حتى جمع بعيدا عن القرآن المكتوب دلوقتي هل سيدنا عمر قال إن جميع القراء قد ماتوا أو حتى مات نصفهم؟ طبعا لا؟ طيب هل موت بعض القراء يعني ذهاب بعض القرآن الكريم؟ دلوقتي معركة اليمامة مات فيها سبعون من القراء وأنا هفترض أن عدد القراء كانوا 140 قارئ فقط وزي ما قلنا كمان هنفترض أن القرآن لم يكن مكتوبا صح؟ فهل موت نصف القراء يعني ضياع شيء من القرآن الكريم؟ أي اتنين جماعة فقط من حفاظه القرآن الكريم يقدروا دلوقتي يعود مع بعض يعودوا مع بعض ويكتبوا القرآن الكريم كاملا من ذاكرتهم هو واحد فقط يكفي لكن أنا قلت اتنين بحيث أن لو أحدهما نسي شيئا يذكره الثاني فما بالك بزمن الصحابة الذين كانوا نوات هذا الدين وحملته ركز معي كويس سيدنا عمر بيقول وإني أخشى أن يستهر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن طيب أنا لو قلت لك أنا أخشى عليك المرض فهل هذا يعني أن المرض قد أصابك بالفعل؟ طبعا لا لو قلت لك أنا أخشى عليك أن يصيبك سهم من العدو فهل هذا يعني أن سهم العدو قد أصابك؟ أنتوا ليه ملاحظة مش عندكم استيعاب سريع للكلام اللي المكتوب باللغة العربية التي يفهمها أي إنسان عربي مجرد الخشية من شيء ما لا تعني أنه قد حدث والرواية تقول إني أخشى أو فإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وزي ما قلنا بيقوله إلا أن تجمعوه يعني أنكم لو جمعتموه فلن يذهب منه شيء وهذا الذي حدث بالفعل وأصلا الطعن على القرآن الكريم بذهاب بعضه لذهاب الحملة لحملة القرآن لم يخترعه هذا الكافر الكذاب وإنما هذا قول الروافض الذين اخترعوا هذا القول منذ مات السنين فكريم قول عبد الله بن عباس ومحمد بن علي بن أبي طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إلا ما بين الدفتين طيب خلي بالك بقى الحافظ بن حجر العسقلاني يقول في فتح الباري قوله باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين قال ابن حجر وهذه الترجمة اللي هي عنوان الباب وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته طيب من الذي اخترع هذه الفرية يا ابن حجر قال ابن حجر وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه وهي دعوة باطلة إلى آخره يعني هذه الفرية لم يخترعها هذا الكافر الكذاب وإنما هو ينقل مفتره الشيعة الرافضة القدماء على القرآن الكريم ثم هناك نقطة أخرى أتقنوا الصحابة للقرآن الكريم وهم الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم وتعلمه عنهم وتعلمه على أيديهم كانوا أحياء وقت الجمع الأول للقرآن الكريم شوف معايا هذه الرواية في صحيح البخاري التابع الكبير مصروق يقول ذكر عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه طيب لماذا تحبه يا ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب طيب هؤلاء جميعا كانوا أحياء وقت الجمع الأول للقرآن الكريم ما عدا سالم مولى أبي حذيفة أما الثلاثة الباقون فكانوا أحياء وقت الجمع الأول ومعهم كمان زايد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن العاص لأن الاثنين أيضا كانوا من حمرة القرآن قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وقت الجمع الأول كان عندنا خمسة من حمرة القرآن الكريم على الأقل أحياء فكيف فات هؤلاء الخمسة شيء من القرآن الكريم أصلا أنت دلوقتي تقدر تعمل تجربة عملية لتتأكد بنفسك من حفظ الله للقرآن الكريم شوف لك اثنين أو ثلاثة من حفظ القرآن الكريم واطلب منهم كتابة المصحف الشريف كاملا من حفظهم بدون الاعتماد على أي مصحف مكتوب وشوف النتيجة بنفسك طيب نيجي بقى جماعة لموضوع نسيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم حتى نضحك على هذا الزنديق فمحمد كان يطلو الآيات على أصحابه ثم بعد ذلك هم يحفظونها لدرجة أنه ينسى تخيل أن محمد الذي يؤلف الآيات ينساها ثم يتذكرها إذا سمعها من أحد أصحابه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة أن رسول الله مر على رجل يقرأ القرآن بليل فقال يرحمه الله قد أذكرني آية كذا وكذا أنسيتها من سورة كذا وكذا فهذا يدلك على أن محمد نفسه الذي كان يؤلف الآيات كان ينساها ثم يتذكرها إذا سمعها من بعض أصحابه ما شاء الله عليك ودي كتشفتها إزاي دي ما هذه العبقرية يا رجل يا ترى أنت عادت تقرأ كده في الكتب لغاية لما اكتشفتها طب المعلومة دي أنت عرفتها لوحدك ولا مثلا في حد أقلك عليها طيب هل أنت استعنت بصديق ولا دخلت مسابقة وحذفت إيجابتين فطلعت معاك النتيجة كده خلاص يا مسلمين السر الذي خبأه المسلمون عن سكان كوكب الأرض السر الذي لا يعرفه أحد على الإطلاق ظهر للناس أنت يا ابني مسدق نفسك أنت مسدق نفسك بقد يعني أنت حسل كده أن أنت المحقق كنا مثلا إيج جديد إيج جديد يشير لك هلموس يعني هل أنت مثلا اكتشفت هذه الرواية التي كانت تائها عن جميع المسلمين عمان برضو أنت ما قلبتش حاجة جديدة هذا الكلام أثاره الشيع الرافضي كمال الحيدري وأوضح منها قالت سمعت رسول الله سمع رسول الله أيضا الرواية عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلي يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا إذن بعد هذه الرواية واضحة تشير إلى أن رسول الله ماذا ينسى وهذا الكلام قاله كمال الحيدري في شهر ستة سنة 2011 يعني أبل حلاتك بثمن سنوات تقريبا صح؟ وكمان القمص الكذاب المفضوح الهارب من المناظرة زكريا بطرس وفي صحيح البخاري عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني هذا كذا وكذا آية كنت قد نسيتها من سورة كذا وكذا في صحيح البخاري حديث رقم 5092 إذن النبي كان بينسى طب إيه بقى الجديد يا حضرت المفتش كرومبو هذه الأحاديث يعرفها ويدرسها أصغر طالب علم عند المسلمين ده مثلا مش شيء مخفي ولا حاجة وأصلا القرآن الكريم يقول فيه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى يعني القرآن الكريم اللي هو تقريبا موجود في جميع بيوت المسلمين الله عز وجل أخبرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سينسى بعض الآيات بإذن الله يقول السيوطي رحمه الله أي سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه وده أحد الأنواع بس خلي بالك أن هذا النسيان كان بمشيئة الله يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شاء سبحانه أن ينسي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات لأن الله تعالى رفع حكمها ونسخها ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى سينسي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات المنسوخة التي شاء الله سبحانه أن يرفعها إيه بقى الجديد في كلامك؟ إيه الجديد يعني؟ طيب ما كل المسلمين تقريبا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ليه؟ لأنه بشر بشر زي البشر حديث نسيان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بشريته لأن طبيعة البشر أنهم ينسون وذلك لكي لا يتم تأليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلع صفات الإلوهية عليه كما فعلت النصارى مع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولكي يعرف جميع أتباعه أنه بشر ينسى ويمرض ويتعب ويموت مثله مثل جميع الأنبياء والبشر وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الآية المنسية التي تذكرها للمسلمين بالفعل بدليل أن الصحابية الذي كان يقرأها كان يعرفها وكان يقرأ بها يعني الآية معروفة وتم تبليغها بالفعل فما هي المشكلة؟ أنت شايف أن النسيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بعد تبليغها يقدح في القرآن الكريم عم لو أنت شايف كده أقول لي أقول لي وممكن نتفاوض ونتفاهم في هذه النقطة ما عنديش مشكلة ليه أنت عايز تحسس الناس اللي بيشوفوك أنك أتيت بما لم يأتي به الأوائل شوفي عبقري النبي نفسه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونا فإذا نسيت فذكروني تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنه بشر مثل البشر وينسى كما ينسى البشر وإذا نسى فعليهم أن يذكروه يقول الإمام النووي في هذا الحديث دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة بتقول لي أن نووي بقول لك في هذا الحديث دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الآية للأمة الإسلامية فيجوز عليه النسيان طيب ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الآية الدليل في نفس الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصحابية ذكره بالآية يعني الصحابي الذي كان يقرأ الآية كان يعرفها ويقرأ بها فسمعها منه النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرها يعني الصحابي عارف الآية والنبي بلغها للمسلمين بالفعل طيب هو الصحابي يعرف الآية منين الجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره بها كما اعترف هذا الكافر الزنديق بنفسه فمحمد كان يطلو الآيات على أصحابي فمحمد كان يطلو الآيات على أصحابي طيب لو الموضوع في مشكلة لماذا لم يعترض الصحابة ويقول للنبي بما أنك تنسى يا رسول الله فلا يصلح أن تكون نبيا يخي مشكلة الكفار والزنادق أن عندهم تصورا مغلوطا عن الإسلام العظيم وعن النبوة وبعضهم لا يعرفوا شيئا عن الإسلام ثم إذا عرفه قرر أن يعيش دور المصدوم يقولك بقى تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام بينسى ينسى تخيل أن محمد الذي يؤلف الآيات ينساها طيب إيه الجديد إيه الجديد ماهونسيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن مذكور في القرآن الكريم نفسه ومذكور في أصح كتب السنة النبوية عند المسلمين وكل الدنيا المفترض أنها عارفة هذا الكلام إيه بقى الجديد؟ فين الاختراع؟ يعني فين الزتونة؟ فين الإبداع؟ فين الإضافة؟ يعني هنا؟ مش ملاحظ أن أنت بتلم الشبهات والأكاذيب على الإنترنت وبتطلع تقولها وبترددها بدون أي إضافة وبدون أي جديد؟ ليه يعمل حج ما فيش عندك جديد؟ أنت بس عارف أنت بحتاج بس تشتغل على نفسك كده شوية وتذكر كويس وإن شاء الله تبقى كويس بإذن الله تبقى كويس هذا الكافر الكذوب يبدو أنه لم يقرأ القرآن الكريم مرة واحدة يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولة؟ دلوقتي هل أنا مطلوب مني أن أقنعك ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينسى ويعرض له ما يعرض للبشر أجمعين من النسيان والمرض والموت؟ طب أحلف لك بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وينسى كما ينسى البشر؟ في مجلد الإمام أحمد يروي عن أبي بن كعب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وترك آية فجاء أبي وقد فاته بعض الصلاة فلما انصر فقال يا رسول الله نسخت هذه الآية أو أنسيتها؟ قال لا بل أنسيتها تخيلوا أجمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي آية وهو بيصلي المهم إيه بقى؟ المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذه الآية لأصحابه بالفعل طيب ممكن واحد زكي يقول لك إيه؟ ما هو ربما يكون فيه آيات بقى نسيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغها للمسلمين هقول لك هاتلي دليل واحد صحيح على هذا الكلام ثم إنك بذلك رجعت مرة أخرى للاحتمالات احتمال ربما لعل يعني ليس لديك دليل حقيقي واضح صريح صحيح على ضياع شيء من القرآن الكريم هذا اعترف منك أصلا طيب ربنا سبحانه وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وأمره أن يبلغه للناس والرسول عليه الصلاة والسلام بلغه بالفعل يعني الآية وصلت للبشر خلاص فما هو المانع العقلي أن ينسر رسول صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بعدما بلغها أين القادح هنا في الرسالة أو في القرآن الكريم بنسيان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض آيات القرآن مش فاهم والله فين وجه الاعتراض يعني تخيل إن هذا الكافر الكذاب الزنديق بعد الهبد ده كله رح آيل إيه هذا هو وضع القرآن باختصار في حياتي محمد طب أنت كده سعيد أنت كده مبسوط وراضي عن نفسك يعني حاسس كده أن عندك تصالح مع نفسك يعني هل هذا فقط هو اختصار وضع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخلاصة التي أتحفنا بها هذا الزنديق أن النبي صلى الله عليه وسلم اخترع القرآن وألفه وحفظ الصحابة بعضه وكتبوا بعضه الآخر والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينسى بعض الآيات وهذه هي خلاصة القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوتا توتا خلص الحدوتة خلاص بها جماعة عايزين حاجة؟ أنا ماشي خلاص انتهى الموضوع ده مستوى جديد من الهبد أنت عارف أنت تخطيط رشيد ووحيد وزكريا بوترس وشريف جابر وعوتات الجماعة الهبيدة في هذا الزمان أنت فعلا لون جديد من الهبد والإسفاف والكذب والتدليس والغش والضحالة الفكرية والعلمية المستشرقون الذين كذبوا على الإسلام وكانوا يكذبون عليه وافطلوا عليه لم يصلوا أبدا لهذه المرحلة من التخلف الفكري شوف انت كافر وزنديق ماشي مفيش مشكلة أهلا وسهلا بك وتفضل في الأنترية لكن جزيف شخت كان كافرا وزنديقا أيضا وكان لا يترك فرصة للطعن في دين الإسلام العظيم إلا اقتنصها ومع ذلك لم يجروا أن يكذب هذه الأكاذيب التي تكذبونها الآن واليوم على القرآن الكريم هو قال كلمة حق وأنت قلت كلمة باطل هو قره ومطلع ويعاد الإسلام بكل ما أوتي من قوة وكان دائما الطعن فيه ومع ذلك لم يجروا أن يقول في القرآن الكريم هذا الكذب الذي تقوله الآن جزيف شخت له كتاب اسمه أصول الفقه تحس بأنه رجل أصولي يعني يقول إن أول مصادر الشرع في الإسلام وأكثرها قيمة هو الكتاب يؤصد القرآن وليس هناك من شك في قطعية ثبوته وتنزهه عن الخطأ بتقول ليه جزيف شخت مع ليش أقولها هتين عشان نستسمع قال وليس هناك من شك في قطعية ثبوته وتنزهه عن الخطأ شوف اعتراف واضح وصريح ومع ذلك جزيف شخت لا ينبغي أن يمرر هذه الشهادة الصحيحة بدون طعن فقال على الرغم من إمكانية سعي الشيطان لتخليطه طبعا هو يؤصد هنا رواية الغرانيخ وقد رددت عليها عدة مرات في قناتي وأيضا رد عليها غيري من الإخوة وستجدون الرابط أسفل هذه الحلقة ثم قال جزيف شخت كما أنه ليس من شك أيضا أنه وصل إلينا من غير تحريف جزيف شخت رغم أنه كان كافرا محاربا للإسلام العظيم وحاول الطعن فيه بشتى السبل والوسائل إلا أنه لم يجر أن يقول كلمة مما يقوله زنادقة اليوم لأنه عارف أنه لو قال كده الكتاب والمؤرخون في زمانه سضحكون عليه ومع ذلك زنادقة اليوم لا يتورعون عن رمي الإسلام بما لم يجر زنادقة الأمس أن يقولوه جماعة فعلا زي ما قلنا الواحد فينا لو غلطه هو بيصلي بالناس إمام يعني في الصلاة بتلاقي الناس اللي وراه ردت عليه وصححت له الخطأ ودي مجرد قراءة يعني كل الأئمة لو أخطأوا في قراءة القرآن الكريم أثناء الصلاة فلن يحدث أي تبديل أو تغيير للقرآن الكريم طيب احنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إن القرآن الكريم كان مكتوبا بالكامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإن زيد بن ثابت ما قام به كان مجرد جمع للصحف المكتوبة في مصحف واحد وذكرنا الأدلة على هذا الكلام فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أو لغيرها لا يضر القرآن الكريم لأن الصحابة كتبوا القرآن الكريم كاملا بالفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنتم تعرفوش إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لما بتنزل آية من القرآن كان يرسل لأحد الصحابة الكتبة ليقوم بكتابتها هذا كتاب المصاحف لابن أبي داود يروي عن خارجه ابن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا حدثنا بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أحدثكم كنت جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي ويؤكد قول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت ما جاء في صريح البخاري حينما قال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قد تبين أن هذا الكافر الكذاب كان يكذب ويدلس ويكرر ما يوجد على الإنترنت من شبهات وأكاذيب مش بقى دراسة لما يقال ولا بتاع نسأك لعيشها على الكذب والتزوير والغش والتدليس والجهل كما قال سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لا تنسوا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم نشر هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا بالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته